السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ليكون في علمكم وهذا أمر موجه للمتقاعدين أنه مدام الرئيس قال أنه رح يخفض الضريبة هذا ديروه في بالكم أنه تخفضوا الضريبة للعمال أو للموظفين ولا للأشخاص أو اللي رهم ديجا يخدموا هو قال في الحملة الانتخابية تعو في أحد الفيديوهات أنه رح يقوم بتخفيض الضريبة بالنسبة للأجور لكن ديروه في بالكم أنه تخفيض الضريبة يطبق للجميع موظفين متقاعدين وحتى جميع القطاعات يعني حتى القطاع الخاصة هي ضريبة على الدخل وليست ضريبة على المعاش وليست ضريبة على الأجر هي ضريبة على الدخل يعني جميع اللي عنده مدخول على مدخول كثير من 3 ملايين راح يمسوا التخفيض أو الإلغاء حتى إلا كان إلغاء ربما تكون كين في أت يلغوا لهم الضريبة لكن بوغتول مونت أنا هذا من ضنوش لكن مجرد أراء ربما كل شيء وارد ولكن قلت لكم أنه إلغاء الضريبة يعني جميع المتقاعدين لا أعتقد لكن أنه تشمل فئة إلغاء الضريبة والفئات الأخرى يخفضوها لها هذا أمر وارد ووارد جدا وكان قال الرئيس أنه نزيد الخفض الضريبة إن شاء الله فيها خير يكون كين تخفيض للضريبة ماملو كان يدي لها في الأجور راح تقيس المتقاعدين وراح تقيس القطاع الخاص بموظفيه وبالتالي رانا نستنى أنه يكون كين تخفيض للضريبة على الدخل والزيادات الناجمة عن هذا التخفيض بالنسبة للأجور وبنسبة للمتقاعدين فقط بين قوسين هذه النوعية من الزيادات تمسغي اللي يخلصه فوق التملائي إلى اللقاء